اشتركوا في القناة يكشف يفهم وروحك يعلم ده جمد كلامك ما أحلى مكان دوقني ربي حلاوة كلامك ويغلى عليها يا ربي كسابك عينياتي شوفك ويلمسني صوتك حضورك وسرتك في عمري بان في حياة داود المسجلة لنا في سفر صمويل الثاني بنلاقي فيها بعض الدروس الأدبية لأنه داود كإنسان معرض أنه يسقط وللأسف ده اللي سجليه في السفر علشان بس الكتاب يعلمنا من يظن أنه قائم فلينظر ألا يسقط أيضا ندعوك عزيز المشاهد أنك تتابع معنا دراسة صفر صمويل الثاني في برنامج فاحصين الكتب ترجمة نانسي قنقر شكرا 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 بنهاية أصحاح 21 تقريبا ظاهريا انتهت المعارك اللي دخلها داود وما بعد الانتصار نلاقي في بداية الأصحاح موضوع تأملنا في نشيد أو في ترنيم امتى الشعب رنم في خروج 15 أول ترنيمة يسجلها الكتاب للشعب بعد انتصارهم وبعد عبرهم البحر الأحمر حينئذ رنم موسى وبنوا إسرائيل هذه الترنيمة امتى دبورة رنمت الترنيمة المسجلة لها في سفر القضاء بعد الانتصار اللي دخلته دبورة مع المعركة اللي دخلتها دبورة مع براك وانتصروا كان الكتاب عايز علمنا حاجة انه وقت الهزيمة ما نقدرش نرن وإلا هنسمع صوت الرب ابعد عني ضجة أغانيك لكن نرمي نفسنا على الرب وبلاش نحاول نجمل الصورة ان احنا نرنم نرنم لكن نرمي نفسنا على الرب نعترف بخطأنا الرب يدينا الانتصار نبدأ نرنم داود يبدأ الترنيمة بصفات الرب الأول قبل ما يتكلم عن الحاجات اللي الرب ادهاله أو السمار اللي جناها يبدأ بصفات الرب الأول الذي أنقذه يرجع الانتصار والنتائج ليه مش لنفسه لكن للرب اللي عمل معاه كده ويذكر مش انتصاره هو بس لكن انتصار حققه الرب مع الشعب قبل كده من أيام البحر الأحمر يعني أظن عدد 16 بيجيب سيرة الأمر ده فظهرت أعماق البحر وكأنه داود لما بيفتكر إحسنات الرب اللي في الماضي يعني بيتكلم عن شاول اللي أنقذه من يد شاول كأنه عايز يقول لما أتذكر إحسنات الرب الماضية وبركات الرب وانتصارات الرب دي بتديني قوة على الحاضر وتديني أمل للرجاء للمستقبل اللي جاي أعتقد أن هذا الأصحاح نقدر نفهمه من ثلاث أبعاد مختلفة بعد تاريخي وبعد تطبيقي وبعد نبوي البعد التاريخي أحداث حدثت مع داود بالفعل والرب أنقذه من أعداءه اكتس في اختبارات متنوعة يسرد ويتكلم عنها في هذا الأصحاح أما البعد التطبيقي فداود باعتباره رمز لنا كمؤمنين وإحنا كمان زي ما داود في يوم اختبر معية الرب وإنقاذه إحنا كمان نستطيع كمؤمنين أن نتغنى بذات الكلمة أما البعد التالت النبوي في الحقيقة كلمات هذا الأصحاح مشابهة إلى قدر كبير مع مزمور مسياوي هام هو مزمور 18 فهناك نظرة أبعد من ألام داود من إنقاذ الرب ليه من كل أعداءه نظرة أبعد لما سنراه في الرب يسوع المسيح ابن داود أصل وزرية داود من اكتاز في الألام من سيملك مستقبلاً من سيبيض الرب كل أعداء أشمعنا مزمور 18 بالذات من كل مزامير داود اللي يحطه في سيرته وفي تاريخه الحقيقة بشوف أنه هو أولاً لأنه شامل مزمور شامل يشمل كل الحقيقة هنا بيقول الذي أنقذه الرب من أيدي كل أعداءه من يد شاول طب هي بعد ما أنقذه أنقذه من شاول ولا من كل أعداءه لا من كل أعداءه بس شاول أصله ليه دور خاص في القصة بتاعته وإنقاذ الرب داود من يد شاول أكثر تميزه من إنقاذه من كل أعداءه لأن كل أعداءه بعد كده كان في وقت ملكه ومن دور الرب أنه يدافع عن الملك لكن وقت الشاور ده ضعيف وغلبان والأقل وقليل الحيلة وكل الحاجات دي كان عايز يقول ده انتصار متخصص جدا شكده يقول له الرب صخرتي الأرض السلبة اللي بقف عليها وحصني اللي بلجأ إليه طب لا طال الصخرة ولا طال الحصن كنت في آخر الدنيا عند الجتيين ومنقذي هو اللي ينقذني إله صخرتي من ضمن الحاجات الجميلة في المزمور ده برضو أنه هو بيخصص الرب لنفسه هو راية الأصحة إلهي صخرتي به أحتمي ترسي كأنا قرن خلاصي ملجأي ومناصي مخلصي من الظلمة تخلصني فخلاصة اختباراته خلته يتعامل مع رب على اعتبار أنه إله شخصي بتاعه هو مش بتاعه مش ربنا ربي وإلهي أخذ من المزمور ده أخي عصام بس كلمتين كلمة قالت عن داود وكلمة هو قالها عن نفسه في العنوان يقول كده لعبد الرب داود طب في الأصحة اللي قدام مننا الأرضية بتقول أنه مين اللي بقول النشيد ده الملك داود لكن لما ييجي تكلم مع الرب لا ياخد مكانه الحقيقي أنه هو عبد والعبد دايما يفعل إرادة سيده كأنه بقول لرب قدام كل اللي عملته معايا أنا لا أتعدى عبد قدامك وانت السيد المتسلط في كل شيء كلمة التانية أول كلمة كتبها في المزمور أحبوك يا رب يا قوة قال حقيقة أقدر أقول فعلا دي كلمة طلعة من قلب ودي أتعلم منها حاجة يعني بلاش نقول كلام كتير قدام الرب وإحنا مش عايشينه يعني نحبك نحبك وكل الترنيمات وكل الصلاة بتقول كده وأنا في حقيقة الأمر أنا مش عايش الجو دا داود قالها ليه لأنه الرب ربط المحبة على الأقل بحكتين الحاجة الأولى قالها البطرس أتحبوني إرعى غنمي اشتغل داود راعي نعم تقال عنه في نفس المزمير هقراها مزمور 78 واختار داود عبده وأخذه من حظائر الغنم من خلف المرضاعات أتى به ليرعى يعقوب شعبه وإسرائيل مراسه طب عمل كده داود نعم عمل الوحي بقول فرعاهم حسب كمال قلبيه وبمهارة يديه رعاهم فالمحبة مرتبطة بالرعاية أنت بترعى قطيع الرب تقدر بعد كده تقول للرب أنا بحبك الحاجة التانية إن أحبني أحد يحفظ وصاياي دا كلام من رب ليه المؤمنين اللي بحبني يحفظ وصايا طب داود حفظ وصاياه من ضمن الكلام اللي قالوا دا ترجعنا للأصحاح موضوع درستنا قال للرب كده في عدد 22 لأني حفظت طرق الرب ولم أعصى إلهي يعني خلينا وإحنا بنقول كلام قدام الرب نكون عشنا عملياً الأول تأكيداً لكلام حضرتك يا أخي عادل إنه المزمور فيه فعلاً جوانب تنطبق على داود تاريخياً وفيه ملامح ينفع إحنا نطبقها على نفسنا لكن الحقيقة فيه شوية حاجات لا تنطبق إلا على الرب من ضمنها مثلاً من عدد عشرين إنه خلاص الرب ليه على أساس كماله فبيقول بعد كده يكافئني الرب حسب بري حسب طهارة يدي يرد علي لأني حفظت طرق الرب ولم أعصي إلهي يعني محدش في البشر مش بس داود محدش في البشر يقدر يقول لم أعصي إلهي لأنه كل البشر عصوا الله بطريقة أو بأخرى لكن الوحيد اللي يقدر يقول كده هو الرب يسوع المسيح اللي قال من منكم يبكتني على خطية ولم يفعل خطية وليس في فمه مكر وهنا بيقول لأن جميع أحكامه أمامي والرب يسوع هو اللي تقال عنه إنه شريعتك في وسط أحشائي فنقدر باختصار نبص على النشيد دا كله ونشوف فيه يعني إنه بيبتدي بالتسبيح وبينتهي بالتسبيح تسبيح لله على صفاته خصوصا ثباته وإنقاذه وعدم تغيره باعتباره الصخرة وكمان باعتباره الحسن والملجأ وكلها حاجات جميلة مع اختلافات طفيفة لكنها كلها بتعبر عن حماية الرب وخلاصه وإنقاذه لكن الجزء بعيدا عن المقدمة والخاتمة بنشوف فيه الأحزان اللي الرب اتعرض لها في الصليب فيشبهها هنا بشرك الموت وحبال الهاوية وكمان بالأمواج اللي بتطغى وطبعا ما كانتش دي الألام من البشر لكن دي كانت الألام الكفارية بعد كده بيصور لنا تدخل الله لإنقاذه ودي بنشوف فيها إنه الله أقامه ناقدا أوجاع الموت وبعد كده من عدد 21 نشوف إنه كافأه والمكافأة كانت على أساس كماله وكماله الشخصي وكمان على أساس إكماله للعمل وبعد كده هنشوف حاجات هتحصل في المستقبل إنه هيعاقب الأعداء وبعد كده كمان هنشوف تمجيده ورفعته وده اللي بنشوفه من عدد أربعين بعد مقاومة الأعداء ليه بيقول تعطيني أقفية أعدائي وبعدين أسحقهم كغبار الأرض وبعد كده تحفظني رأسا للأمم يمكن يكون حصل بطريقة جزئية مع داود لكن اللي هيحصل في المستقبل إنه الرب فعلا هيملك على كل العالم وهيكون رأسا للأمم بالمعنى الحقيقي للكلمة في الحقيقة كمان أخر رمز بالإضافة للصفات الجميلة اللي داود ذكرها عن الرب في هذا الأصحاح المبارك وهذه الإنشودة الجميلة تكلم عن الرب اعتباره الصخرة والمنقذ والحصن لكن كمان يتكلم عن الرب اعتباره سامع الصلاة ومجيب الدعاء يقول عنه في عدد سابعة في ديقي دعوت الرب وإلى إلهي صارخته فسمع من هيكله صوتي وصراخي دخل أذني وأعتقد حاجة تشجعنا جدا إن مش بس الرب يسمع صرخاتنا لكن دا كمان أكتر من كده تأوه الودعاء سمعت يا رب في مين أروح له في محنتي وفي أزمتي وفي زلقتي يلا الرب مجيب الدعاء لكن كمان وصف آخر للرب في عدد ثمانية يتكلم عن غضبه ويقول فارتجت الأرض وارتعشت أسس السماوات ارتعدت وارتجت لأنه غضب أديه الرب مرعب جدا في غضبه ويا ليت الناس تعي هذه الحقيقة والكتاب يقول مخيف هو الوقوع بين يدي الله الحي الآن نحن في زمان النعمة والرب رحيم جدا لكن هيجي وقت يغضب ومن يستطيع الوقوف أمامه في غضب اختبر داود سماع الرب لصلاة المباشر والوقتي مر في مصبور 34 يقول هذا المسكين صرخ ورب استمعه بس المزمور داود غريب المزمور داود بيتكلم على غلطة كبيرة لداود عاقب غلطة عايز يقول أنا لما كنت عند أخيه شمالك جت وغيرت عقلي قدامه والسرد التاريخي يقول فطرزه وفانطلق بس عايز يقوله اللي خلصني في اللحظة دي أنه صرخت رفعت قلبي وطولي لحقني رب مش الحيلة اللي أنا عملتها هي اللي طلعتني لكن هذا المسكين صرخ ورب استمع إليه مزمور 32 يقوله لذلك يصلي إليك بكل طقي ليه؟ لأنك سمعت صلاة سمعت صلاة التوبة قلت أعترف للرب بزنبي وأنت رفعت أسام خطياطي عشان كده أنا نفسي أشجع نفسي أشجع غيري إن مش رب بس بيسمع صلواتنا وإحنا في أحسن حالتنا لكن حتى وإحنا في أسواق حالتنا في النشيد ده الحقيقة نفهم منه إنه المؤمن مش مع فيه من حاجة في الحياة البرية وظروفها ألمها أمراضها احتياجاتها حتى البلاو اللي فيها لأنه كلمة البلية ذكرت في النشيد يعني داود لما بيعدد الظروف الصعبة اللي مر بيها يقول مثلا في آخر عدد أربعة فأتخلص من أعدائي اللي هما إيه داود أمواج الموت سيول الهلاك حبال هاوية شرق الموت ضيق سهام عدوي القوي مبغضية يوم بليتي كل دا داود انت مريت بيه أمرت بيه واختبرته لكن لما بيدعو الرب وبيصرخ للرب ودول الحاجتين المطالبين إنه المؤمن يعملهم في الظروف الصعبة كل اللي عليك إنك تعمل كده وبعد كده تختبر خلاص الرب دعوت الرب وإلى إله صرخت فسمع من هيكله أتاري هو هناك مش فوق في سماء بعيد وصيب الدنيا تخبط فينا لكن الرب بيصغى ويسمع صراخ المسكين وبيتداخل الرب بطرق سريعة وعجيبة في إنقاذ عب عدد ساعتاشر بيقول مبدأ مهم جداً بيقول كده قصبوني في يوم بلياتي وكان الرب سندي مش دايماً الرب بينقذ وبيعفي من التجربة أو بيعفي من المشكلة لكن اللي أنا متأكد منه إنه لما بيسمع حتى بالمشكلة إن داود اضطرد وقضى ليالي في كهوف وقضى أيام في صحاري لكن في كل دا يقدر يقول إنه كان الرب سندي خرامز جنسابة وأشار إن العدد خمسة وستة نقدر نشوف فيها جانب من كلمات المسيح وهو يكتاز ألامه الكفاري لكن عدد عشرين نقدر نشوف فيها لغة المسيح في اختبار القيامة من الأموات لما بيقول هذه الكلمات الجميلة أخرجني إلى الرحم خلصني لأنه سر بي مين هنا بيخاطب مين المسيح بيخاطب الآب الآب الذي سمع إلى صرقات المسيح في رسالة العبرانيين هذه الآية الجميلة الذي في أيام جسده إذ قدمت بصراخ شديد ودموع طلبات وتضرعات للقادر أن يخلصوا من الموت فسمع لهم من أجل التقوى وهل كان الآب مسروراً بالمسيح وهو معلق على الصليب يعاني ويقاصي نعم لأن المسيح كان مصلوباً في المقام الأول لأجل اعتبارات مجد الله فعبر الآب عن سروره وشبعه ورضاه بأن أقام المسيح من الأموات ناقضاً أو جاعداً وحي الكتاب المقدس كل الكتاب هو موحاً به من الله ترجمت كلمة ثايوبينستوس إلى العربية بمعنى وحي والكلمة في معناها الأصلي تعني نفس أو نفخة من الله أي أن الكتاب المقدس هو أنفاس الله كصورة أدبية للتعبير عما بداخله وحينما نتحدث عن وحي الكتاب المقدس فنحن نعني أنه من عند الله لكن الأمر لم يكن تنزيلاً يلغي شخصية الكاتب ولا إملاء يستخدمه كمجرد قلم بل يخبرنا الكتاب المقدس أن الله قدم إعلانه للأنبياء وكتبت الأصفار بطرق عدة في بعض الأحيان كان هناك أمر مباشر بالكتابة خذ لنفسك درجاً آخر واكتب مثل ما حدث مع أرمية وفي بعض الأحيان كانت هناك رؤى وأحلام مثل دانيال ويحن الرائي والوحي في المفهوم المسيحي يتضمن أن الله سمح للكتاب أن يفهموا إرادته ويفسروها بل ويتتبعوا الأمر بالتدقيق ومن ثم ينقلونها إلى الآخرين بحسب لغتهم وثقافتهم وفي خلال تلك العملية يكونون مسوقين من الروح القدس أي معصومين من الخطأ أو الزيادة أو النقص عما يريد الله أن يصل للبشر فكل سفر في الكتاب المقدس هو رائعة أدابية تاريخية شعرية من إنتاج كاتبها لكن من حيث المحتوى هو من صنع الله المعبر عن فكره أي أنفاس الله وهكذا نعلم أنه لم تأتي نبوة قط بمشيئة إنسان ترجمة نانسي قنقر 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 لحد آخر الأصحاح بنشوف في أول عددين أو أول ثلاث أعداد حاجة ملحوظة مهمة هنعلق عليها أكيد لكن بنشوف باختصار مكافأة الرب ومجازاته وتمجيده لداود وبالأحرى لرب داود وابن داود الرب يسوع المسيح وبعد كده بنشوف مشهد جميل جدا هو مشهد مجد الرب ومجيءه الثاني باعتباره رجل الحرب الحقيقي ده لو بصينا من الناحية النبوية وطبعاً الكلام ينطبق على داود بكل تأكيد إنه هو فعلاً لما انتصر على أعداؤه وأقام المملكة فعلاً بقى مالك وأخضع بعض الشعوب اللي حواليه وبقيه شعوب تابعة ليه وبتؤدي جزية وهكذا لكن الحقيقة الكلام ده هيتم حرفياً وفيه كمال مطلق في الرب يسوع عندما ستكثب اسم يسوع كل ركبة ويعترف كل لسان أن يسوع المسيح هو رب لمجد الله الآب أخيراً في الآخر خالص بنشوف تسبيح الآخر عددين هو زي ما ابتدى النشيد ده بالتسبيح ختموا بالتسبيح لذلك أحمدك يا رب في الأمم والاسمك أرنم ودي آية اقتبست في العهد الجديد في رسالة رومية عن الرب لذلك أرنم لك بين الأمم وكانت بتتكلم كتطبيق جزئي عن عمل الله في وسط الأمم في الفترة الحاضرة عدد تسعة وعشرين يضيف أيضاً وصف آخر للرب لكل المجد لأنك أنت سراجي نسبق شفناه قبل كده كالحصن والمنقذ والغاضب وسامع الصلاة أنت سراجي هو الذي يهدي في طريق ملئ بالظلمات وطريق ملئ بالمخاطر على الشكل تجميل أن يتقدمنا الرب في المسيرة ويتم فينا كلمات الكتاب أعلمك أرشدك الطريقة التي تسلوكها أنصحك عيني علي في عدد ستة وعشرين وسبعة وعشرين يمكن في حاجة شوية مش واضحة لما بقولوا مع الرحيم تكونوا رحيماً مع الكامل تكونوا كاملاً مع الطاهر مع الأعوج تكونوا ملتوياً لا الحقيقة هو كأنه عايز يقول لنا الكتاب أنه طرق الإنسان وسيره قدام الله هي اللي بتحدد طرق ومعاملات الله معاه يعني شخص ملتوي أضرب مثلاً واحد زي يعقوب سلك طرق ملتوية كتير الرب رح دبر له واحد ملتوي زيه علشان يبدأ يتعامل معاه اللي هو خاله لباب لكن مع المتواضعين يقول بعدها وتخلص الشعب البائس اللي هو المتواضع وعيناك على المترفعين فتضعهم فالإنسان في سلوكه تصرفاته حياته قدام الرب هو ده اللي بيخلي الرب يتعامل معاه بالطريقة بتاعته وغرض الرب في النهاية أنه صلح طريقه ورجعه للطريق المستقيم وإذا ما حصلش يعني إذا استمر على موقفه ده عقاب وهنا بشوف أمانة الله أمانة الله في وعوده أنه مع الرحيم يكون رحيم مع الكامل كاملا مع الطاهر تكون طاهرا لكن أمانة الله برضو في وعيده في تهديده لما ينذر بالقضاء برضو مش بيهزر فمع الأعواج تكونه ملتويا أو يعني هتيجي بالقضاء عليه ويعني هيسلمه لللي هو اختاره من البداية إذا ما رجعش للرب واستمر في طريقه وده اللي بنشوفه في رسالة تسالونيكي التانية مثلا وده حاجة موجودة في أجزاء تانية في الكتاب لكن ده يعني مثل واضح أنه في نهاية الأيام لما الناس يصروا على موقفهم وعلى رفضهم للحق لم يصروا بالحق سيرسل الله إليهم عمل الضلال لكي يصدقوا الكذب وده عقاب ده قضاء من الله إحنا في طريق البرية لازل نعيش فيه فيه حاجتين مهمين أول نتعرض للكثير من الأزمات ونكتاز الكثير من الحروب وفي الأزمات الطحنة وفي الحروب العويصة احنا محتاجين للرب علشان كده يجي العددين 34 و35 قدلنا الكلام ده 34 شوف المؤمن في أزماته الذي يجعل رجليا كلئيا وعلى مرتفعات يقيموني يعني الظروف الصعبة موجودة والأزمات موجودة بس يرفعني فوق أزماتي أما عدد 35 يتكلم عن الحروب الطحنة ويقول الذي يعلم يدي القتال فتحنى بزراع قوس من نحاس أنا لا غنى لي عن الرب في أزماتي ولا غنى لي عن الرب في حروبي أنا ما أقدرش أكتاز أزماتي بدونه وما أقدرش أحارب حروبي بدونه أنا أريد أن أضيف عدد 33 كمان ويقول لله الذي يعززني بالقوة قوتي للحياة حتى تأتي من عنده لكن الثانية كمان هو يصير طريقي كاملا مين اللي يعرف يصير طريقي كاملا؟ مش أنا اللي حكامل طريقي مش أنا اللي حبها كامل من نفسي لكن الله هو العامل فيكم أن تريدوا أن تعملوا من أجل المصر كده يقول عنه في عدد 32 لأنه من هو إله غير الرب ومن هو صخر غير إلهنا ويعني يقول الأوصاف بتاعتد 32 حلو تدريب الرب للمؤمن يعني يسمح الرب بوجود الجيش والأسوار والمرتفعات يعني لو أنا ما كان داود أعود قدامها ما تشيلها يا رب من قدامي هو صعب يشيلها لا مش صعب عليه أبدا يقدر يمهد ويقدر يشيل لكن الرب يسمح أن الحاجة تستمر علشان يدربني إزاي أتخطها وعلى مرتفعاتي يقيمني يعني يديني قوة إزاي أتخطى الأسوار وإزاي أعدي من المرتفعات وده تدريب من الرب لداود هنا علشان يصلح بعد كده يدير المملكة زي ما الرب عايز وللمؤمن علشان إزاي يبقى عنده قوة روحية يقدر يتخطى بيها الصعاب اللي تقابلوا في الطريق الثلاث حاجات لحظتك ذكرتهم في حياتنا الجيش عايز اغتحام في مواجهة أحيانا رب بيقول لي واجه المشكلة وانت هتقتحمها ده جيش وانت هتقتحم الصور تصورته أسوار يعني تسلقت الأسوار بمعنى أنه هو مع وجود الحاجة ديت لكن أنت قادر تتغلب عليها وتمشي المرتفعات الرجلية معمولة مخصوصة عشان أعرف هامش عن المرتفعات زي اللي قال بعد كده هو تمشيني على مرتفعاتي زي الغزلان زي الأيال الأيال رجلية معمولة أن هي تعرف تمشي في الظروف ديت ففي مرات بيقول لي اغتحم مرات بيقول لي عدي من فوقها مرات بيقول لي مشيها وأعمل فيها في كل الأحوال ضماني أنه هو معي أنا بحب جدا الآية 31 الله طريقه كامل وقول الرب نقي ترس هو لجميع المحتمين به ودي فكرة قالها داود في مزمور 12 كمان كلام الرب كلام نقي كفضة مصفات في بوطة في الأرض ممحوصة سبع مرات وبعدها على طول يقول إنه الرب ترس للمحتمين به أنت يا رب تحفظهم تحرسهم من هذا الجيل إلى الدهر عدد 48 الإله المنتقم لي والمخضع شعوبا تحتي وزي ما سبق شرطة خرامز إحنا بنشوف في هذا الأصحاح بعد نبوي يتكلم هذا الكلام عن يوم لاحق قبل تأسيس الملك الألف السعيد لابد أن الله يخضع جميع الأعداء للمسيح تتميما لقوله إجلس عن يميني حتى أضع أعداءك موطئا لقدمي فسيجري المسيح حروبا ويدين دينونات ويطحر الأرض من جميع الأثمة وفاعل الشر قبل أن يؤسس ملك السعيد الإله المنتقم هو الله منتقم؟ آه الحقيقة إحنا بنحب أو يعني بعض الناس بيحبوا يركزوا على الله باعتباره إله كل نعمة بس هو زي ما هو إله كل نعمة هو كمان إنجاز التعبير إله كل نقمة أو زي ما جي في المزمور يا إله النقمات يا إله النقمات أشرق والحقيقة إنه المنتقم مش معناها إنه بيعمل حاجة مش صح بالعكس المنتقم على أساس عدله وبره وإحنا بنشوف المشهد ده هنا إنه الله عندما يغضب والغضب غضبه مش نرفزه ولا يعني خروج عن شعوره أبدا لكنه موقف ثابت حقيقي في مواجهة الخطيئة والشر فالله المنتقم مش حاجة وحشة بالعكس دي حاجة تطمننا إنه هينتقم من الشر ومفيش حد هيفلت العقاب لابد أن يأتي لكن الله صبور أو أوقات كتيرة بيصبر على الشر وبيدي إحسان ونعمة ومراحم كتيرة جدا لما يجي وقت الانتقام بنشوف في نفس الجزء ده في الجزء اللي فات في عدد حداشر ركب على كروب وطار ورؤية على أجنحة الريح يعني لما يجي وقت تنفيذ القضاء هيبقى بسرعة شديدة جدا شكرا شكرا يبدأ الأصاحة اللي قدامنا الصاحة 23 بهذه العبارة المهمة فهذه هي كلمات داوود الأخيرة والكتاب المقدس يسجل لنا في مواقف مختلفة الكلمات الأخيرة لرجال عظام وتبقى للكلمات الأخيرة دائما تأثيرها ومدلولها يعني مثلا تسنية 33 بيكلمنا عن كلمات موسى الأخيرة وهذه الكلمات أدير يعني لها طعامتها ولها مذاقها هو يقول ليس مثل الله ياشورون يركب السماء في عظماته والغمام في معونة لكن كمان في موسى وستانية أربعة بيكلمنا عن كلمات بولوس الأخير جهدت الجهاد الحسن أكملت السعي حفظت الإيمان إلى آخره هذه الأعداد التي أمامنا تتكلم عن الكلمات الأخيرة لداود ويصف نفسه أربع أوصاف في غاية الجمال أولا يقول وحي داود ابن يسة ثم الرجل القائم في العلا ثم مسيح إله يعقوب أربعة ومرنم إسرائيل الحلم لم يقول عن نفسه ابن يسة لا يتجاهل أصله البسيط جدا ابن يسة البيت لحمي ما كان فيه ثم يتكلم عن نعمة الله اللي رفعته لهذا المقام فيقول الرجل القائم في العلم ثم يتكلم عن نفسه باعتباره الملك الممسوح مسيح إله يعقوب وأخيرا بنشوف فيه الوظيفة النبوية لما يقول الكتاب مرنم إسرائيل الحلو فالكتاب يؤكد أن داود كان نبيا وكتب من ضمن ما كتب أقوال نبوية بعد ما تكلم هذه الكلمات يتكلم في الأعداد السبعة عن فكرة في غاية الأهمية ولها نظرة نبوية بعيدة عن ملك المسيح الألفي يقول المرنم يالله عصرا سعيدا فيه يملك المسيح وفي الحقيقة الآيات اللي بيذكرها هنا داود بتعبر عن قد إيه فعلا عصر المسيح الألفي عصر من أسعد ما يمكن على البشري لما يقول إذا تسلط على الناس بار يتسلط بخوف الله هل هناك في كل العصور شخص تنطبق عليه هذه الصفات ده حتى في أيام سليمان اللي كانت بتعتبر من أزهى عصور المملكة نعرف أن فيها ظلم الفقير ونزع الحق من البلاد حتى أن الشعب اشتكد رحب عام وقال له أباك قصى نيرنا لكن سينطبق هذا بصفة أشمل على الرب يسوع المسيح في ملك الألف السعي لكن كمان حاجة تانية لما بيتكلم عن أوصف ملكه ويقول وكنور الصباح إذا أشرقت الشمس كعشب من الأرض في صباح صح ومضيء غب المطل يعني ألاف السنين ستة لف سنة أو أكثر والبشرية عالي والخليقة أخضعت للبطل ليس طوعاً بل من أجل اللذي أخضعها وانتظار الخليقة يتوقع استعلان أبناء الله لما يملك المسيح ستعود للأرض جمالها بل أفضل مما كانت فهو زمان رد كل شيء كنا أشرنا قبل كده أنه الجزء ده اللي من أصحاح 21 لحد أصحاح 24 هو ملحق للسفر وقلب الملحق ده هو أصحاح 22 والجزء الأول من أصحاح 23 وفيه تسبحتين بنشوف تسبحها لداود أو نشيد داود تقريباً في بداية الملك بعد ما انتصر على شاول وأخضع الأعداء ودي الجزء ده بنشوف فيها كلماته الأخيرة اللي التركيز فيها على العهد الداودي الله قطع عهد مع داود إنه لا يقطع له من نسله رجل يجلس على عرشه والحقيقة إنه الكلام ده ما ينطبقش على أي حد من أولاد داود وبيقول داود وضع لي عهداً أبدياً متقناً ومحفوظاً وعهد الله يثبت بكل تأكيد وعلشان كده الملاك جبرائيل لما ظهر لمريم المطوبة قال لها إنه هاء عن المسيح إنه هذا يكون عظيماً وابن العلي يدعى ويعطيه الرب الإله كرسي داود أبيه فيملك على بيت يعقوب إلى الأبد ولا يكون لملكه نهاية وزي ما حضرتك أشارتي أخي عادل إنه الأوصاف دي ممكن تنطبق بصورة باهتة جداً على بعض الملوك المحترمين اللي زي داود إنه كان بار بدرجة ما وتسلط بخوف الله إلى حد ما لكن ما ينطبقش الكلام ده انطبق كامل إلا على الرب يسوع المسيح اللي فعلاً في ملكه لا يتسلط إلا بخوف الله بالبر والعدل مهم الجزء الحقيقي اللي تكلم فيه داود في بداية أصحاح 23 لأنه دا مش يخص الجزء بتاعت النشيد بتاعته لكن يخص الكتاب المقدس كله اللي أشار ليه الرسول بطرس في العهد الجديد وعندنا الكلمة النبوية وهي أسبت التي تفعلونا حسناً إن انتبهتم إليها كما إلى سراج المنير في موضع مظلم طب ليه هي أسبت؟ قول مش لأنها كلام إنسان تكلم أناص الله القديسون مسوقين من الروح القدس فداود هنا بيأكد بيقول إنه وحي داود بن يسة وحي الرجل القائم في العلا روح الرب بتكلم بي مش أنا اللي بتكلم يا جمعي الكلام اللي بيقوله داود دا هو روح الرب اللي تكلم بي وروح الرب بينطأ بكلمات صادقة وأمينة عشان كده مطالب كل إنسان إنه ينتبه إلى هذه الكلمة كما إلى سراج المنير في موضع مظلم وهو دا اللي يدي قيمة للكلمة اللي بنارها من ناحية ويفسر كمان شوية حاجات زي مثلا مظمور 22 ولما بيقوله سخب ويدايا ورجليا انت جبت الكلام دا منين هو حصل معاك ما حصلش بسقولك لا دا كلم مش علي يا جماعة وما لجبته منين روح الرب تكلم بي وهيتم في ابن داود بعد كده هو حقيقة إنه الرب يسوع نفسه هو اللي علمنا المبدأ دا لما اقتبس مظمور 110 اللي هو بدايته قال الرب لربي ورح قال لهم مباشرة فكيف يدعوه داود بالروح ربا وهو بيتكلم عن ابن داود فكيف يكون ابنه فالرب هو اللي علمنا إنه داود لما تكلم تكلم بالنبوة عن ابن داود لكن كمان عايز أقول إنه كلمته على لساني بتأكد على الوحي اللفظي الكتاب المؤدس ما بيتكلمش أبدا عن إحاء بالأفكار زي ما بعض الناس بتقول لكن كلمته ونلاقي العبارة دي بتتكرر آلاف المرات أقوال الرب بيقول مثلا عن موسى إنه قبل أقوالا حية ليعطينا إياها أو كلمة الرب أو كلم الرب فلان وقال كذا فعندنا عبارات كتيرة بتؤكد إنه الكلام نفسه كلام الرب مش بس الأفكار وطبعا يعني فيه أدلة كتيرة على كده يعني إذا كان هذا الجزء بيتكلم عن المسيح الذي سيتعظم ويملأ اسمه كل الأرض والكتاب يقول تمتلأ الأرض من معرفة الرب كما تغطي المياه البحر لكن في عدد ستة بنشوف المصير التعس للأشرار المعاندون قد يكون هناك أسماء كبيرة وشخصيات لا معا بدون المسيح لقيمة له يصفهم الكتاب هذا الوصف ولكن بني بلعان جميعهم كشوك مطروح لأنهم لا يؤخذون بيده وبعد آخر عدد سبع الكلمات الأسيفة فيحترقون بالنار في مكانهم يتعظم المسيح ويباد جميع الأعداء اللي عاشوا موقف الرفض والعصيان لهذا الملك العديد في العهد القديم بنشوف في النموس أفكار الله ومبادئه وبنشوف في التاريخ وعملات الله مع شعبه وبنشوف في الأصفار الشعرية مشاعر قدسين العهد القديم وبنشوف في النبوة مقاصد الله وأفكاره من ناحية المستقبل وبما أنه بيحتوي على كل هذه الفوائد جدير بنا نحن ندرسه وبندعوك أنك تشاركنا الدراسة في فاحسين الكتب موسيقى موسيقى